طفلي بيتكلم لوحده كتير وبيعمل حركات عشوائية بإيده كأنه بيتكلم حد جنبه مش بس كده كمان بيلعب وبيجري مع هذا الشخص الخيالي كتير من الأمهات ومن الأباء بيعتقدوا أن الطفل لما بيبدأ أنه يتحدث مع شخصيات من وحي الخيال ده ممكن يكون بسبب مشكلة نفسية أو عقلية مثلا للطفل وبيطلوب منه أنه يترك صديقه الخيالي يعني بعض الأباء والأمهات بيعقبوا أولادهم على ده ويعني بيبقوا مش عايزين ابنهم يعني يتكلم مع صديقهم الخيالي معتقدين أنهم كده بيحموا أطفالهم من مشاكل نفسية خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة ولاء شبانة استشاري علم النفس وتعديل السلوك أزاك يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير من عورانا صباح الخير يا مصر أنا بصراحة يعني ما عرفش يعني أنا ما عرفش كتير عن موضوع صديق الخيالي فعايزة حضرتك تعليمينا عنه أكتر تكلمينا إيه اللي بيحصل الطفل بيحس بإيه هل ده دراسات فعلا لأن ساعات كلنا ساعات حد مننا يعود يقول مثلا ده مشايف حاجة احنا مش نفينها هي احنا دايما مشكلتنا بصي يعني أنا أحييتي جدا لأن انت عندك ثقافة عالية قوي إنك قلتي أنا ما عرفش المفروض أعمل إيه يعني ده قمة الثقافة على فكرة إن الواحد لما يكون مش عارف حاجة مش عايب إنه هو يقول ويدور ويفهم لأن الطبيعي نحنا مش سوبرهير وإنفرميشن يعني في كل المعلومات اللي موجودة في الدنيا ده الطبيعي لكن اللي بنقابله من المأسويات دايما مع البيرنس هي فكرة إن إيه علم إيه وتربية إيه وصحة نفسية إيه أنا بربي زي ما تربيت أهلينا ما كنوش يعرفوا الكلام ده فإحنا كمان إيه المشكلة ما إحنا كمان بالفطرة بنعرف الكلام فده طبعا تفكير خاطئ جدا لذلك أنا بقى أحييتي على كلمة ما عرفش وبدور دي بصراحة يعني أرفع لك القبعة المشكلة عندنا هنا زي بحكمة بتقولي كده اللي هو الواحد ممكن يلاقي حاجة زي دي فيقولك بسم الله الرحمن الرحيم أسلحنا بالنسبة لنا اللي مش معروف أو الكائن المجهول أو المجانيشن الزيادة عن اللازم دي بتعبر عن جن وعفريت وكلام زي كده يا إما اللي يعني بيحاول يتحضر شوية فبيقولك إيه لا ده ممكن الولد يكون عنده هلاوس أنا سمعت إن في حاجة أسمع هلاوس فهو في الحالتين الموضوع غلط على فكرة تماما خليني أطامن حضرتك الأول وأقولك إن ده حل إيجابي جدا جدا للطفل الزكي يعني أنت الحمد لله بطمينها كهو شكرك شكرا جزيلا للطفل الزكي إن هو يلاقي أنا خطوط وطاقك ده أنا بشكلها أنا بشعرف سياكيان محس كتير شكرك شكرا جزيلا إن ده حل إيجابي جدا جدا للطفل السمارت فعلا اللي بيقدر إن هو يلاقي حلول بديلة لمشكلة هو مش عارف يلاقي لها حل نتكلم الأول على السبلاي بتاعت المشكلة أو منبع المشكلة بتيجي من حاجتين لو هي مشكلة نفسية بتيجي نتيجة الطراب صدمة مشكلة ما أو الطبيعي إن بيكون الطفل محدش بيحكي يعني إما هو طفل وحيد أو أول طفل في العيلة مثلا فبالتالي بيحتاج دايما مشاركة لحد قريب منه أو حاسس إن هو حد جينيس على المجموعة اللي حواليه هو إحساسه مش كده بس هي الحقيقة بتقول كده إن هو تفكيره أعلى شوية فبالتالي بيبقى محتاج حد يوازي تفكيره أو التفكيره أقل شوية وبيعيل شوية في التصرفات فاللي حواليه مش مواكبيني في الحدث بتاع المحاكدة فبالتالي بعمل لنفسي شخصية زي دي ففي كلا الأحوال هم يعني ده زكاء من الطفل بيقدر إن هو يتعامل بي وما يقلقنيش خالص خالص طالما في حدود معينة طيب بس أنت قالت حاجة مهمة قالت إن هي بتقلق أو ممكن تقلق من الموضوع لا أعيط مشاء الله ممكن أعيط أعيط سلام نفسي مش طبيعي أمتى بقى ممكن عيط ممكن نخاف زي ما بس أنت كده بتقول يعني إمتى لو وصل لإيه من التعامل مع هذا الطفل أو الشخص التخيولي نقول لا والله هنا بقى ممكن إحنا نبدأ نشوف حد نفسي يتعامل مع الموضوع يا حبازة بقى لو أم دايما عايشة نظرية المؤامرة اللي هو الود سخن عشان هو محسود أو أنا حصل كذا عشان الولد محسود فبتلاقيها عايشة دور ده قوي قوي فاللي هو من ضمن بقى الولد كان زي الفل تاني يوم لقيته بيكلم نفسه ومهارس وتلاقي الموضوع دخل في خيالات تانية خالص فلا الموضوع ما يخوفش خالص خالص لسبب بسيط جدا فكرة المحكاة اللي بتحصل اللي حواليه هو ممكن يكون بيتخيل بعض المشاهد أصلا وبيعمل ليها تصور خاص بيه مبتسم زي ما قولك ده بيكون رزم على الملايكة ده بيضحك هنا أيها يا جماعة الحاجات دي لأنه هو البوتقة المعرفية عنده كبيرة قوي عننا لأنه هو دماغه فاضية عشان كده دهما احنا بنقول التعلم في الصغر كان نقش على الحجر فعلا لأنه هو دماغه فبتالي أي حاجة بينتصها بسهولة جدا تفضل محفوره في دماغه فممكن تلاقي كل الأحداث اللي بتحصل عنده معكوسة بالنسبة له في العقل الباطن بشكل لا إراضي منه دي حاجة الحاجة التانية اللي ناس كتير بتعاني منها برضو فكرة أنه لما الطفل يقوم يحكي قصة أو يقول مثلا بابا حصل كذا بابا عمل كذا أو يقوم معاية مالك يقولك أصلا أخويا ضربني فالأسرة بتتعامل أنه هو كداب الطفل الغاية مثلا مرحلة الطفولة المبكرة ما تخلص معاه اللي هو مثلا لحد سن ست سنين مثلا يعني حسب التغيرات السيكولوجية عند الطفل بتفرق من خمس لست سنين تقريبا ودن الوقت ده هو بيبقى عنده نوع من المحكاة اللي بتخليه مش مفرق ما بين الحلم والحقيقة فبالتالي هو ممكن يكون بيحكي حلم وإحنا مش واخدين بالنا فأحنا ما أنت كذاب وإزاي هو أصلا ما ينفعش أصلا لقول الطفل أنت بتجدب يعني كلمة دي ما ينفعش أنه يصموا بيها يعني حتى هو فعلا هو مش بيجدب فدي بتبقى كارسة الحياة بفكرة أن ولاية الأمر مش واخد باله أن لا هو الطفل مش بيجدب بس هو مش قادر يفرق ما بين إنه ده حلم ولا دي حاجة حصلت في الحقيقة فهو ده اللي بيفرق بالنسبة دي برضو أحد المشاكل اللي الناس كتير يا إما تقولك ده الولد عنده هلاوس يا إما الولد مش طبيعي وعلى بس وجن والكلام اللي الناس تقول فهو ولده ولده الطفل ما بيفرقش بس ما بين الحلم والحقيقة لغاية وقت معين بشكل كبير قوي فلما يقولك أنا روحت الجنينة وكلمت الأسد والتمسح أكلته والكلام العادي جدا خيال واسع دايما كنا بنسميها أكتر خيال واسع دكتور أنا النهاردة كأم أتصرف إزاي مع إبني أنا ما عنديش أي معلومة عن موضوع الامجيناري فراند أو الصديق الخيالي أتصرف إزاي مع إبني أول ما لقيه بيتخيل حاجات جنبه أو بيتكلم مع حد مش موجود يعني أنا عايزة من هنا أتكلم عن الجانب النفسي للطفل كمان إزاي أتعامل معايا من غير مأزي نفسيا أو أدايقه شوفي هو إحنا زي ما قلنا هنتعامل بتوعيز يا إما أن الطفل فيه عنده مشكلة حقيقية فعلا فبالتالي ده يعني مهرب بالنسباله يا إما أن الولد طبيعي جدا وده زكاء منه فالموضوع إني إيه دي لها حل ودي لها حل لو أنا لقيت أن الطفل ما فيش عنده أي عوارد من اللي أنا بتكلم فيها دي إن حصل مثلا صدمة أو أي حاجة من الحاجات دي والولد مجرد أنه زكي شوية أو لوحده أو ما فيش أطفال أو وحيد في العيلة فبالتالي الموضوع بالنسبالي نورمل جدا جدا طب أتعامل إزاي؟ هل المفروض أن أنا أنفي عشان ما يتعودش على كده؟ لا الموضوع في طي التحكم طالما هو ليه أصدقاء خارجيين لما بيخرج يعني لما بيخرج ويبقى في وسط المجتمع وفيه أطفال خلاص هو بيهتعامل مش هيجي يقولك أصل البندونس بساكت صاحبي حصل له مش عارفة إيه معايا وهو في وسط صحابه ده لا أبدا أبدا لكن طول ما هو الوحده ده عادي ففكرة أنه هو الصديق المصاحب ليه ده مش منعه عن أنه يتعامل مع القميانة بتاعته أو مع سنه من الأطفال فبالتالي أنا مش أنا خالص طب المفروض أتعامل إزاي جوة البيت؟ هل أتعامل أن الشخص ده موجود فعلا؟ ولا الدنيا إيه؟ آه هو الشخص ده موجود فعلا وكل حاجة أشد له كورس يعني ويعد يتغدى معين أوه لا مش للدرجات دي بس هي الفكرة أن إيه؟ لا يا مومة لازم تعملي له أكل زي ما بتعمليلي لا مش محتاج أن أنا أعمل لك أكل ولا حاجة بس هو أصلا كده كده هيبقى مبسوط أصلا لما يلاقيك بتاكل صاحبك ده أصلا مش بياكل هو صاحبه هيبقى مبسوط لما يلاقيك أنت بتاكل طيب في حاجة تانية ممكن تخلي الطفل يعمل إسقاط على صديقه الخالي يعني ممكن يعمل كارسة ويقولك ده مش أنا ده هو اللي عملها فطبعا مش هينفع بالنسبالك أن أنت تقولي لا ده أنت كده بتجد ومش هينفع أن نتهم الرجل اللي مش موجود يعني اللي هو الخافي بتاعنا ده حبيبنا ده بيصفورت الموقف في حاجات كتير ومال هتعامل إزاي؟ بيضوي أنا مش فارق معايا أنت اللي عملته ولا هو اللي عمله كأنه فعلا موجود مش فارق معايا مين اللي عمل التصرف ده لكن فارق معايا أن البسكويت اللي وقع في الأرض ده أنت أكيد مش رضيك التصرف ده وهتشيره من على الأرض خلاص كده أنت عفلت الموضوع ادي تلوي للأمان شويا أنه لازم هيتصرف عشان يحل المشكلة بدون ما تكذبيه بصديقه وبدون ما تعلمين أنه هو يعمل إسقاط على غيره بشكله عظيم دكتور حضرك في الأول قلت أنه هو ده في نطاق التحكم والسيطرة والمنضوع الليلة وخاصة في السن ده امتى بقى بعيدا عن موضوع الصديق التخيلي أو الخيالي امتى نقدر احنا بشكل عام نقلق على الطفل نفسيا يعني مثلا لما يكون فيه أعراض مرض جسدي ده ممكن بالتحليل والكشفات والأشياء نعرف نحن نحدد المرض بشكل مبكر امتى بقى نفسيا نقدر نحدد المرض الذهني أو مرض النفسي بشكل مبكر لما يكون اضطراب بمعنى أصح لأنه هو كده مش ذهني خالص هو كده ده نوع من الاضطراب وقلنا ده بيبقى ليه أسباب كتير جدا لكن هقلق امتى زي ما قلت فكرة انه هو مش قادر يعمل كوميونيتي لنفسه يعني الكلام ده ممكن يبقى في طي البيت لكن وانس انه هو مثلا خرج للنادي بيلعب مع ولاد خالته ولاد عمته في المدرسة الدنيا بتبقى بالنسبة له لطيفة فخلاص انا كده مش قلق انا لان انا عارف انه هو ليه محدودية معاه ده حبيبت كلمي الوقت على الصديق التخيلي صح انا بكلمش على ده انا بكلم على يعني مثلا هل الطفل ممكن يصاب بالبيبولر ديسوردر مثلا لو الثنائق القضب او الطراب النفس الثنائق القضب ممكن الطفل يصاب بده لا مش للدرجاتي ولو وصل انه هو يجيله حالة من الاجهوة عادة اصلا الاكتئاب صعب جدا يصيب الاطفال وان كانت منظمة الصحة العالمية دلوقتي اثبتت ان ظهر فعلا للأسف بعض الحالات نتيجة استخدام السوشيال ميديا القاطئ او نتيجة استخدام الاجهزة اللوحية بشكل غلط فدي دي قصة لوحدها لكن فكرة انه هو ممكن يكون معرض لطيف اكتئابي او لبعض اعراض الاكتئاب اهو ده وارد جدا لو فرد انه هو انساق ولا الموضوع لو فرد انه هو سمع لدكتور ولا غلط وقالت ده عادي وده زكاء والدنيا لطيفة فخليك بقى وتعامل لا احنا بنتعايش مع الموقف ولكن بحلول بديلة اللي هو ايه انا معترف انه هو موجود وتمامه بحترمه كل حاجة وبحببه فيه ما عنديش اي مشكلة خالص كمان ولكن فكرة انه هو بيتعامل مع اصدقائه الحقيقين ده لازم يكون موجود انه لما بيخرج بيعرف يتعامل ده لازم يكون موجود انه هو موجود معنا في البيت اه شوية انت وصاحبك زي ما انتو بتعمله كل حاجة ولكن بابا وماما موجودين معاك فلازم يبقى فيه محاكاة داخل البيت بشكل او باخر لو لقيت ان الاسقطات السلبية عنده كتير كتير اوي اه ساعتها لازم ااخد بالي اللي هو فكرة انه كل مصيبة بتحصل هو بيسقطها على صديقه التخيولي ده لا دي كده بالنسبة لنا فعلا محتاجة وقفة ما يعملش اسقط على غيره لانه هو بالتالي هيخرج من هذه المشكلة وهو عنده اسقط على الاخرين الحقيقيين فعلا فبالتالي انا بحترم جدا جدا حصية الطفل في هذا الشأن طالما انا شايفا ان الموضوع في طي العادي مش مؤثر عليه مش مؤثر على سلوكياته مش مؤثر على الكاميونتي بتاعه بشكل او باخر يبقى انا كده الدنيا بالنسبة لي امان جدا ايه دكتور بس انا كاما انا عايز انهي الموضوع ده انا مش هجري استمر حتى تنهيل ايه تنهيل ايه عملك ايه يعني شد كورسي ليل حد خيالي انتي عشان خايفة لو الله يسيبك بجد والله يبكلم بجد من موضوع ده انا بصراحة مع ابني هبقى بحط دايما على جنب اي مخاوف شخصية عندي زي ايه خلينا نتكلم فيها بالرح لا يعني انا لو بخاف من الحاجات دي مثلا لا حطها على جنب اكيد مش هفكر فيها لكن انا هبقى عايزة ان انا اخليه عدي المرحلة دي ويعدي فكرة ان هو بيتكلم مع ايماجيناري فرند هلم ليله مثلا وقته بصحابها اودي حضانة اعمل ايه عشان انهي المرحلة دي بسلام خلينا اقول انتي ما تتعمديش ان انتي تنهي المرحلة لان انا قلتلك دي حاجة صحية بالنسبه له هي مش حاجة وحشة ما تقلقيش طالما هي ما بتعبرش عن اترمى بعض الصدمة مثلا يعني طالما ما حصلش بعد فقد مثلا بعد حدثة شافها بعد وفاة قدني عدى ست سنين ولسه مكمل معا ممكن يكمل معا الحد ما يكبر على فكرة وممكن الكبير يفضل بيها لا مده مش صح يعني عارفة الانسان اللي بيقولك دايما بحب حدث بنات افكاري هي الكلمة دي بالنسبة للكبار هي اللي بالنسبة للصغيرين بس بتتقلص شوية لما بيكبر ويقولك انا بحب ان انا اتكلم مع نفسي شوية بحب ان انا احكي نفسي ممكن حد تلاقيه بس الموضوع بيتطور شوية مع الكبير في الشكل اللي هو ممكن تتكلمي مثلا مع زوجك مع اخوكي او في اي وقت هو فاضي تبص لقيه بيتكلم في موقف كبير قوي وكسب راشن وش وبتعبر عن الموقف تماما ومتعصب وعايش الدور تماما لا ما دي حاجة تخوف على فكرة يعني مش تخوف انه انا خايف انه عفريت يعني بس حاجة انا وانا قادة مع الشخص اللي لاقيه بيكلم نفسه لا حالس هقولك برضو ليه لان في بعض الناس ما عندهاش يعني مبدأ الصدام المباشر بالتصرف فممكن حد لو عنده مشكلة مع مديره تلاقيه بيحكي القصة بكل اللي حزفرها قبلها بيوم وبيتكلم وهيرد علي يقولي كذا وانا قوله كذا وقعد بيرد وبيتخيل الرد فده نفس قصة او شبيه لقصة الصديق الخيالي بالزبط ولكن هو هنا في الحالة دي لا بس هنا ده بيتخيل موقف ما هو بيكلم مين انه صديق الخيالي انا شايف شخص قدامي ما هو بقى فكري هو بيكلم مين ساعة التخيل ده ما هو بيكلم نفسه ونفسه ده هو صديقه يعني حيك فهمة قصدي فهو بيحكي الموقف ممكن المقضوع ده يبقى ليه درجات كتيرة جدا يعني ممكن انت تتخيل ان انت هتصرفي ازاي في موقف فده عادي ده بيحصل مع الناس كلها لكن ان انت تحكي الموقف لدرجة ان اي حد يبقى شايفك يحس انك بتكلمي حد لا ده يعتبر شبيه بالزبط للطفل الغير موجود او للصديق التخيل يعني هزولك حاجة يا دكتور بس انت نيو ماذر فعشان كده او يعني ام جديدة بس دي حاجة كويسة فعشان كده خايفة على البيبي بتاعها او انك تبقي حريصة على انك تعرفي انا عشان كيف بيحييكي فعلا لان في ناس كتير فعلا بتقولك الموضوع التربية ده مش صعب ولا حاجة احنا بنربي زي ما تربينا هو مش عال ان يبقى ان حد يجي يقوله فانا عشان كده بيقولك لا انا بيحييكي فعلا لان هي المشكلة بس في مفهوم التربية او التربية الحديثة دلوقتي ان هي مظلومة مع الناس يا فانا يعني فيه ناس تقولك يخرب بيت التربية الحديثة دي ودتونا في دهية تربية ايجابية ايه لانتو بتكلموا عنها العيال بوزت لا يا جماعة ما فرويش الكلام ده تربية ايجابية ليس لها اي علاقة في التناقض مع المبادئ والاخلاقيات بصراحة يعني انا بنشوف حاجة غريبة دلوقتي مش بسبب التربية الايجابية بصي افهمي التربية الايجابية صح تربية الايجابية هي ايه هي محاكة لكل المبادئ والاخلاقيات اللي انت كنت بتتعلميها من باباكي وممتك وجدك وجدتك ولكن بتفكير اولادك دلوقتي بس صح لكن احنا ما بنقضش اخلاقيات ما بنقضش مبادئ لا لا انه بعض الناس فهمة ان تربية ايجابية يعني انا ما انتقضش ابني ابدا او ان انا مش نقد لكن ان انا ما ابني ده صح طول الوقت انا بجد بشوف امهات كده للأسف مطلعين اولاد نرجسية جدا مطلعين اولاد مش عارفين يعني انا بشوف السن اللي هو ست سنين فيما فوق هما مش عارفين يتعاملوا مع الاكبر منهم انا ما بقولش صح او غلط مبدأ ان حد يتعامل بجزء مقتطع من جملة ويسيب الباقي بيد المينج نائز خالص يعني انا مش هتعامل بمبدأ ولا تقربه الصلاة زي ما بيقول واسيب الباقي خالص يعني التربية الايجابية دي جزء علمي كبير جدا ما يفعش اقتطع جزء منه واسيب الباقي يعني فكرة ان انا اه لازم يكون فيه مصرحة لازم يكون فيه مصاحبة يعني انا احد الحالات جات لي من كتر ما هو مصاحب ابنه شرب مخدرات معاه دي صحبات ايه دي حضرتك انت عندك ميور الحرفية اصلا يعني دي مشكلة و لما جينا نتكلم معاه اصطنح بيته حاكي الولد واتكلم معاه وابقى زيه وابقى مصاحبه ازاي يا فندم يعني فهو يا جماعة ما نظلمش التربية الايجابية بفكرة ان انا باخد جزء واسيب الباقي او مثلا ايه لازم يكون عنده صراحة لازم يكون ايوه فيه فرق ما بين ان يكون عنده صراحة وما بين ان يكون وقاحة وما بين ان يكون عنده وقاحة بالزبط يعني فكرة ان هو بيصارح مدرسته ان هو متضايق من حاجة معينة من مدرسة هتفرق كتير قوي عن ان هو يوصل صراحته دي ولكن باسلوب غير مهزم ما الجيش الام ساعات هتقولك السلام ربيات تربية ايجابية وهو صريح وهو بيقول رأيه لا يا جماعة تم ممكن اصح هاي سؤال بما ان احنا يعني اتكلمنا وفتحنا موضوع التربية الايجابية وحسناتها يعني وسيئاتها سؤال بسيط جدا ليه الاجيال السابقة كانوا اكثر احتراما واكثر تهذيبا وتحس ان هم كده بشوات ولاد ناس جدا وحضرتك وهانم وتحس ان هم يعني مترابين مرتين لو جينا قرناهم بالاجيال الحالية هم مترابين عشر مرات على فكرة زمان مش مترابين مرتين بس هقولك ليه ده مش ملائكية من جلنا ولا قوة خارقة من بابا وماما وجده وتيتا لا خالص هي كل الفكرة بس ان التربية زمان كانت سهلة ما حدش يقولي ازاي كانت سهلة ده احنا امهاتنا كان عندها عشر اتنشر عيل وكلهم زي بعض التربية زمان كانت سهلة لان المغريات اللي كانت موجودة في وقتنا كانت قليلة فبالتالي انت كطفل في الوقت ده ما كانش عندك يعني ما كانش قبل بالنسبة لك ان انت تخرج برطي الأسرة دي السياج الامن زمان كان قليل فبالتالي لما ادي لك أوردر كأم انت ما عندكش خيار تقاني فبالتالي هتعمله يعني هتعمله متربي مرتين ليه لانك بتروح المدرسة بتلاقي اللي الميس بتقوله هي اللي ماما بتقوله متربي تلت مرات ليه لانك لما تروح بيت تيتا هتلاقي نفس المبدأ بتاع المدرسة هو نفس المبدأ ماما نفس المبدأ يعني هتهمني فبالتالي احنا زمان كنا متربيين عشر مرات مش مرتين والله لان المبدأ كان واحد الكميونيتي كان متقارب من بعضه كنت بتدور على أقرب مدرسة لابنك يقدر يروحها ماشي مش بالباس ولا حاجة عشان المجتمع كان مقفول زمان شوية كترنا زمان كان طبعا ده غير المغريات الحديثة اللي موجودة دلوقتي من انتشار السوشال ميديا والأجهزة اللوحية والسبارتفون والحاجات اللي أولاد مسكنها دي انت محدودية تفكيرك برا نطاق الأسرة بكيتش موجودة يعني كتيرك أو أكتر حاجة كنا ممكن نخاف منها زمان مثلا كجيل أباء وأمهات ان لا ما تقفش في الشارع كتير لا أنا ما بحبش وقفة النصي وقفة نصي تقيد الوقتي في اللي احنا فيه ده ده أنا أتمنى ان هو زمان كده بس ويرجع يعني حاجة مختلفة وكل يوم فيه أفكار جديدة دخيلة على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى كل سوء احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني نحوط كده عشان كده التربية اللي بقتي صعبة مش الولاد اللي صعبين والله يا جماعة يعني ما تظلموش الأولاد فعلا الزمن هو اللي صعب مغريات التكنولوجيا بقت صعبة زائد ان كتير من أولياء المور ما عندهمش ثقافة ان ازاي نعمل أبديت لنفسي فعلا وازاي ننا احترم المجال الصحة النفسية والمجال التربوي عشان اقدر ربي ابني بشكل صح مفيش تنقض اطلاقا ما بين التربية الإيجابية وما بين تربيتنا زمان ولكن هي فكرة ان انا اطبق اللي تعلمته زمان ازاي بفكره هو يعني هو هيسمع الكلام يعني هيسمع الكلام لكن هيسمع الكلام بالأوامر ولا هيسمع كلام بالإقناع لا دلوقتي لازم بالإقناع مكرهن أخاك لابطة لازم يقتنع باللي هو بيعمله فعلا طيب دكتورة احنا عندنا تقريبا دقتين قبل منطلع فاصل كنا قبل الفقرة كنا منتكلم على حاجة مهمة جدا تأثير الحالة النفسية على زيادة وزن الطفل كلميني شوية عن المنظمة ده وده حاجة اعتقد مهمة لك حالة نفسية للطفل بتاعك لازم تكون عشان وزنه طبعا طبعا شوفي هي دي للكل على فكرة والله مش للأطفال بس تحديدا ما هو انت بتمثلي المشاهدين بالنسبة لك هو ده بالنسبة لنا كلنا على فكرة مش بالنسبة للصغيرين بس يعني حتى في مجال علم التغذية احنا دايما بنقول ان في بعض الناس بيجي لها زيادة في الوزن قوي قوي لما تبقى متضايقة او بتقولك انا شاهيته بتتفتح جدا لما بقى متضايقة وفي العكس بيقولك ان هو شاهيته بتتسد تماما عنده فقدان الوزن واخسارة في الوزن بشكل مش طبيعي لما يقام متضايق فدي طبيعة بتختلف ما بين حد وتاني ولكن في الاطفال تحديدا فقلة الحركة اللي هي عكس الطبيعة المفروض الطفل يعني معناه انه بيلعب يعني معناه انه بيتشاء ده الطبيعي فلما انت تخالف طبيعة ربنا اكيد طبيعي انت بتعمل ترصبات زيادة بالنسبة له في الحركة وفي السمنة الزيادة والحاجات دي كلها وممكن بعض الاطفال للأسف اللي عندها موضوع الحمية زيادة شوية بطبيعة الحالة ان دي طبيعة جذب الحر يعني زيادة اه ممكن تلاقيه بيخص الزيادة عن اللازم بسبب برضو انه هو على طول يا اما قدام التابلت يا اما قدام تريا ولاهي نفسه عن الاكل تماما ففكرة تنظيم الوقت هي اللي هتحقق لك سواء كبير او صغير ان انت تنظم ازاي ان انا اكله يبقى مظبوط ان انا احترم الفطار البدري لان الفطار البدري زي الترس بالزبط يعني انت بتمشي عملية تروس جوه الجسم كلما يبقى فيه فطار الصبح بدري كلما فيه وجبة الفطار تحديدا سواء بقى في البيت او في المدرسة كلما جسمه هيشغل معدل الحرق بشكل نورمال جدا جدا كلما هيقدر ان هو يتغدف معاده ويهو اللي يجي يقول كنجعان يعني الدنيا هتمشي بالنسبة له بشكل صح جدا على وعلى ان دايما الناس اكتشفها كده واحدة واحدة اللي ما عندهاش وجبة الفطار والمية الصبح دايما بتلاقي الموت بتاعها متغير طول النهار ودي مشكلة كبيرة الحقيقة فلو ناخد بالنا من فكرة ان العصبية دايما عندها تلازم غير عادي بعدم التغذية الصحيحة هاخد بالي تغذية الصحيحة مش بالفاست فود مش بالبدي عصاير مهي معلبة حضرتك فدي غلط مش بان انا اقعد ابني في مكانه وهو بيذاكر في مكان الحمد لله يعني تهويته كويسة مش بالتكيف ولا بالمروحة بالشباك المفتوح هو دا اللي بيفرق بالنسبة لنا فالعداد دي بتفرق بالنسبة لنا بشكل كبير جدا بان انا اهتم بالمية المية هي تعتبر يعني جزء كبير جدا جدا من العلاج للاكتئاب او اجانس للاكتئاب كان المنضوع المية دا هو حاجة مهمة جدا وكمان يعني فيه اكتر من حد نصحني المنضوع البقية شكرك شكرا جزيلا دكتورة ولاء شبانة استشاري علم النفس وتعديل السلوك شكرك شكرا جزيلا بسي جدا ليكم وصباحكم جميل